في جو عائلي وثقافي قام مسرح الحنين بعرض الأجواء الميلادية من خلال مسرحية نور الميلاد التي تشدد على الإنسانية وتظهر المعنى الحقيقي لرسالة الميلاد مسرحية نور الميلاد جاءت حتى تعطي رسالي بنت فقيري عايشي في مدرسة داخلية حول ما توصل رسالتها لبابا نويل تظهر لها جنيت الأمنيات الطيبة بتوصلها والرسالة اللي حاملتها لمساعدة الفقراء والمساكين فمن هنا بابا نويل على أثر كل الطمع والجشع اللي عمله بسير عدم القناعة بالهدايا وعطاء الولد أكتر من اللزوم عم بوصلنا للعنف وعم بصلنا لعدم اكتفاء فمن خلال مسرحية هاي عم نوصل هاي الرسالة أن القناعة كنز أعطي رسالي رسالي فيها رسالي رسالي بسيطة كثير لكن إلها بعر كثير رسالة العطائية العنوان الرئيسي في المسرحية الفتاة نور هي الوحيدة التي لم تطلب هذية لنفسها وإنما طلبت من بابا نويل أن يساعد الفقراء وتكتفي بالقليل حتى تساعد الآخرين فعاليات إحنا بتنقصنا للأطفال بالذات بفترة العيد الميلاد وكل الأعياد أهميتها كتير كبيرة أولا كمعنى للعيد كهدف توجيه للأطفال كترفيه للولاد كمان للأطفال نوعا ما توعي أجواء الميلاد دايما هي أجواء دافئة أجواء حلوة كتير والأجواء هنا بالمسرح هي دايما أجواء دافئة أجواء عيلة بتجمع الكل مع بعض من الكبير للصغير روعة أنك تتواجد في جو حلو من هالشكل فيه كيف فيه بسط فيه ترفيه فيه إثراء بالذات للأطفال وجو عيلة حميم دافئة شخصية نور هي التجسيد الحقيقي لنور الميلاد والمسرحية تشدد على رسالة المسيح في المحبة والعطاء إذن إذا مش عاملين ختام وملخص ثقافي لكل العام على الأقل اختارنا بالفعل كموضوع ونموذج ربما للتجربة فنية وثقافية من الطراز الأول في مدينة الناصر ألا وهي مسرح الحنين اللي احتفل بنهاية رأس السنة بهذه الطريقة اللي شفناها في تقرير الزميلة نورهان أبو ربيع لنضغب أكثر على عمل المسرح لنضغب أكثر على العروض والربما الفعاليات المستمرة والنشاطات اللي مفتوحة للجمهور بشكل عام وبشكل دائم مرحب في ضيوفنا حنين بشارات مديرة عامة لمسرح الحنين صباح الخير وأيضا منذر قسيم 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 عضو إدارة في جمعية الحنين صباح الخير لكم وانتو بألف خير سلام ومحبة عليكم يا رب إن شاء الله حنين خلينا أبلش معك بالتحديد مسرح الحنين في سياق الحديث عن المسرح نفسه وعن عمله السنوي أيضا وعن بداياته كمان في هذا النشاط الدائم شو اللي بميز الحنين عن غيره من المنصات الثقافية اليوم مسرح الحنين بالأساس هو مسرح جوال أقيم من قبل 17 سنة تأسست كجمعية مسرح الحنين للثقافة والفنون للمسرح بالأساس والمسرح كان يقدم أعمال فنية في كل البلاد يجولها ويقدم مسرحيات مختلفة للأطفال وللكبار الإشي المميز والخاص اللي نعمل بالسنوات الأخيرة هو ترميم مبنى قائم في مدينة الناصر اللي كان منجرة بالأساس وتحويله لقاعة مسرح اللي بتتسع لـ 233 شخص الإشي الخاص اللي منقدمه إحنا دايماً منحافظ على أنه يكون في كل عمل قيمة مضافة ثقافية وفنية اللي ترتقي في المجتمع فإحنا منحافظ على أنه الجمهور الأطفال والكبار اللي بيجي على الحنين وبيحضر المسرحيات يطلع مع قيمة مضافة بمغضع اللي ممكن ينور عقله يغذي روحه ويطلع يخلي يفكر وين أنا اليوم ولوين أنا بدي أروح فبتخيل إنه هذا الإشي الخاص اللي إحنا منحافظ على أنه نقدمه كل عمل فني بخلال مسارتنا رائع يعطيك ألف عافية ورح نحكي على الاستمرارية ونحكي يمكن هيك على البرامج والأمور الخاصة اللي جاهزينا للعام المقبل أستاذ منذر يعني هيك بنظرة عامة في السنة الأخيرة خصوصاً كيف بتقيم إنتاج مصرح الحنين العمل التواصل دائماً مع الجمهور يعني هيك فتح الأبواب دائماً لحضور الأطفال والجمهور من البالغين وهذا التفاعل المستمر وخصوصيته كمصرح فلسطيني كان حلم عنا نصل لهذه المرحلة مش هيهوين كيف قالت الأخت حنين كان متجول يحمل بصيارته العدة وقت التمرين نترجى قاعات اللي تفتحنا المجال وكذا اليوم إحنا بنينا صرح ثقافي من الدرجة الأولى بيهتم بالناصر واللي حواليها عنا فعاليات للأطفال مصرحيات للكبار فيه كتاب محليين وكتاب عالميين وآخر مصرحيتين كانوا إشي فوق ما تتصوري كانت واحدة للحجار المطران العربي الأصيل بسموه مطران العرب فقدم عرض في الإنجليز وفي العربي فردي وهذا بفرج براعة الممثل لطف الويسر والله يعطيه قوة ويظل مستمر في هذا النشاط الحلم تحقق فهو إسا قاعد على أساس متين جداً عنا بكرة بالمستقبل تعاون مع البلدية ورح يكون صرح فعال جداً جداً بهمة كمان مديرة المصرح حنين فمنتأمل خير للمستقبل جداً على أمل بالفعل وإحنا بالتالي كمان بهمنا نظرنا نتابع هذه النشاطات في برامجنا ومن خلال تغطياتنا حنين اليوم إذا بنا نحكي على سنة مرأة 2018 لحالها أهم الأعمال أهم النشاطات اللي كانت موجودة في هذا الصرح الثقافي المزبوط من لما بدينا نشتغل بالقاعة ونعمل أعمال جديدة للأطفال اهتمينا زي ما قلت بالقيمة اللي بدها تمرقها من أهم الإنتاجات اللي عملناها بالفترة الأخيرة اللي الكبار كانت المطرن حجار العرب واللي نعرضت بشكل رائع أعماله الصغار في جارو وأين جوراب كان غار والإش اللطيف واللي بدف القلب كمان حضور الأهالي والأطفال لهاي المسرحيات إحنا بدينا وقلنا منجرب منشوف بيجو بحبو بتفاعلو واللي كان رائع الحضور الكبير والطلب إنه عيدوا كمان وإنت بتكو تعملوا كمان عارض وكمان مسرحية إحنا متعطشين وأولادنا متعطشين أكتر فهدول الإنتاجين للصغار كانوا مميزين جدا والتعاون كان مع ممثلين جدا طاقات جديدة اللي استقبلناهن في الحنين لأنه إحنا منعتبر كل إنسان عنده موهبة هو بصير من عائلتنا ومنحب إنه إحنا نكسب منه ونعطيه فرصة كمان إنه يعطي للمجتمع بفنه أعمالنا الكبار كمان كانت مسرحية مادياكم ومسرحية ملف رقم واحد اللي بتعالج قضايا اللي بيواشوها المراهقين إن كان تنمر إن كان تخبطات بالإنكشاف تبعنا للقنوات التواصل الاجتماعي وين إحنا عم نوصل شو عم نوخد شو عم بعطينا وشو يمكن مرات عم بيأثر علينا فالمسرحيات هاي أخدت دجة هيكة حلوة كتير والناس عم تستنى بعد شو إحنا بدنا نقدم هاي السنة كمان كان فيها إشي خاص عملناه إحنا اللي كان المخيم الصيفي بعدة مجالات كوميديا حركي زاروا البحر عملوا يوغا عملوا ورشات فن ورشات شوكولاتة ورشات صناعة الدماء انكشفوا على الفن من عدة أطروا بعدة مجالات فكان إشي جدا خاص وأعطى بصمة خاصة للحنين في هذا المجال وإحنا مكملين طبعا كان عنا مهرجان كل العالي في الحنين اللي تلات أيام كان فيه عروض مسرحي وحكينا عنه هنا كمان استدفتونا وحكينا عنه كان فيه إقبال كتير حلو واختمنا السنة ببرنامج يلا على الحنين عبيد سانتا رايحين اللي شغل استقبال للأطفال والأهالي مشاهدة مسرحية وفعاليات كليل لطيفة خلال العيين أنا أريد أن أضوي عليهم من اللي حكيتي فيهن أولا هل اليوم منقدر نقول لجميع بالفعل الهوى والناس اللي عم بدوروا على فرصة يكونوا بفعل ضمن عمل أو حتى بيبادروا العمل أنه اليوم المسرح فاتح أبابه للمبادرات الشابة طبعا بالتأكيد بالتأكيد 100% وبالنسبة للفعاليات كمان كان في بالمسرح فعاليات أخرى مثل عرض أفلام على سبيل المثال وما إلى ذلك وقدش هذا مهم كمان دمج المسرح لا فنون أخرى على سبيل المثال إحنا بالرؤية تبعتنا مكتوب في صفحتنا وفي كل مكان إحنا منتواجد فيه الحنين مصرح وحياة هاي جملة اللي إحنا منمشي فيها وهاي جملة اللي منآمن فيها إنه إحنا نكون عم نهرض شو عم بيكون في عالمنا في حياتنا من خلال الفن اللي إحنا منقدمه فإحنا مننكشف على كل أنواع الفن الحنين هو منصة للإبداع منصة للفنانين منصة لكل إنسان بحب يقدم إشي مع قيمة مضافة فبوابنا مفتوحة ومنرح بأي شخص عنده فكرة إنه يجوا ويعرضها وإحنا رح نكون الأوائل بمد يد التعاون والمساعد تأكيد على كلامها كان فينا مصرحية ما كانش فيها مشارك لطف ومش مصرح الحنين اللي نفق الحب صحيح كانت مصرحية بهمية متم يعني اللي شاركوا كانوا ممثلين جداد أحداث لكن قدموا إشي روعة بالفن وبالتمثيل فمصرح الحنين لأهل الناصر والقضاء هو بقرة فقافية بتصور إلى مستقبل كتير واعد والحلم للطف اللي هو اللي بديك تقول السند الرئيسي للجمعية ممثل وإدارة رح نتقدم كتير وعندنا مقابلة بكرة مع البلدية كمان حتى ننمي فعاليات أكتر في البلد ومشاركة البلدية فبتصور أنا وصلنا لصرح اللي حلمنا فيه 17 سنة أنا وكبت الأمور من 13 سنة من مصرحية صحماتها شدتني كتير صحماتها قرية مهجرة فوق اللي بقيها فكانت يمكن عرضها في البلاد وبريد البلاد فوق الأبعين تحدثنا مع أبو يعقوب لما كان ضيفنا أكتر مرة عن هذا العمل يعني بجان نشدني ومن نوع تأم مرافق طب أستاذ منذر لما عم نحكي على الأهداف المستقبلية ويمكن هذا التعاون مع بلدية الناصر اللي راح يكون قديش بشكل خاص بهمكوا كل موضوع الأطفال وحنين بعد شوية راح نحكي على هذا الموضوع لأنه دايماً إحنا منقول لما بدنا جيل هيك يكون حواسه مشبعة بالفن بالثقافة بالإبداع لازم يكون متواجد في هذا الحيز في المصرح اللي شدني أكتر بعدي بقول لحنين كان في تمثيلية رايحين لها سانتا كلاوس رايحين مصرح الحنين ابني عنان أخذ طفله سنة وثلاثة شهر بقول لي بابا خمسين دقيقة وغوشانين ويركز يجي عنان بدي يضبط له القعد يزيح له إيده يعني فرجى قديش هذه المصرحية شدت الأطفال الأطفال بالأساس هن فورة للمستقبل الفقافي فإحنا راح نركز كثير على الأطفال وفي المدارس إحنا من رهات للشمال إحنا كل قرية منفوتها وكل مدرسة والطلب أكتر فكمان جهد كبير وهذا بيأتر كمان عن ميزانية 70% من ميزانيتنا الشغل والعمل اللي بقدموه والباقي طبعا وزارة الثقافي بتدعم وفي المقابل إحنا كمان نعرف قدش اليوم عم بعيشوا صراعات المسارح في البلاد إن المصرح الوحيد والمبادرات بالأساس المسارحية قدش عم بعيشوا صراعات صراعات وجودية مش صراعات بين طواقع صراع البطاء لا لأنه بده هذا بده شغل وبده جهد وبده ميزانيات طبعا فلهيك مهم نضوي يمكن على مبادرات من هذا النوع حنين 2019 بالحنين كيف رح تقول واو لما بتسألني أنا كل هيك بسير متأثري ومنفعلي لأنه أدرينالين بكميات كبيرة اللي إيش اللي بدأ أقوله واللي يمكن مهم جدا أقول شكرا لكل أم ولكل أب ولكل طفل آمن في الحنين وكان له مهم مجرد من الإعلان ييجي ويحضر ويحضرنا بعض بمرة وبعض بمرة بالإنتاجات اللي منقدمها دايما أنا بقول أنتو فيكم بكون الحنين مصرح وحياء إحنا فيكم منكون وبسببكم كمان في عنا هاي الطاقة إنه نقدم أشياء جديدة فإحنا حدودنا السماء نعم وبدعم الأهل منوصل وبستناهن أشياء فنية كتير حلوة وكتير كبيرة يتابعونا ورح تكونوا بس مبسوطين وراضين حنين بشرات منذر قسين حبيبي شايف زبطات بعز بك أنا بعز بك لا نقطة العربية جد كثير أنت ممتاز فعلا إحنا لما نوصلوا في الآخر بدي الأهالي تصير تسأل شو في عندكم هذا الشهر إذا وصلنا لها المرحلة بال2019 مع مجهودكو وهي الرؤية أكيد رح توصلوا اسمحوا لنا كمان وجه تحية لكل القائمين والعاملين وكتير ذكرناها بس تحية خاصة العزيز جدا على قلوبنا لطف الوسر أبو يعقوب وإم يعقوب كمان كل عام وأنتو بقى الخير وضلك بصحتك وعفيتك وهاي الهمة والطاقة ما شاء الله لا متناهية دعمكم بالتواصل معكم إن شاء الله منقدم أكثر وأكثر